سيد الرئيس تصدت قواتنا المسلحة ببسالة للقوات المتمردة وكان يمكنها حسم المعركة في وقت وجيز لولا أن تلك القوات التي يناهز عددها الثمانين ألف تسللت داخل الأحياء السكنية واتخذت من المؤسسات الخدمية والمستشفيات والمنازل ثكنات عسكرية واحتجزت المدنيين الأبرياء العزل بمن فيهم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال دروعاً بشرية ومارست أسوأ أنواع الجرائم من قتل ونهب وسلب واختصاب في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وإن معاناً في انتهاكاتها لم تلتزم حركة التمرد بكل اتفاقات الهدنة وواصلت جرائمها لتشمل البعثات الدبلوماسية فاعتدت على سفارة المملكة الأردنية الهاشمية والملحقيتين العسكرية والثقافية للمملكة العربية السعودية وسفارة دولة الكويت وسفارة جمهورية الصومال الفيدرالية وقتلت مساعد نائب الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية واقتحمت وسلبت مقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية وعدت كبير من السفارات الأجنبية الأخرى وذلك في انتهاك سافر لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفي ضو ما أشرت إليه من انتهاكات سيد الرئيس سمو الأمير يقلقنا غض المجتمع الدولي الطرف عن هذه الانتهاكات التي تستوجب الشجب والإدانة والمساءلة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إن حكومة السودان استجعاراً لمسؤوليتها تجاه مواطنيها وإحساساً بمعاناتهم وما يتعرضون له من انتهاكات من القوات المتمردة قبلت مبادرة الهدنة الإنسانية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية ونحن في السودان مطمئنون بأننا سنتجاوز هذه المهنة بوحدتنا وقوة إرادتنا ومؤازرتكم ومساندتكم المعهودة والتي تم تأكيدها في القرار الذي اعتمدتموه اليوم حيث عبر عن تضامونكم مع حكومة السودان ورفض التدخل الأجنبي في شؤون السودان الداخلية وأكد أن الأزمة الحالية شأن داخلي وأمن على شرعية الحكومة ومؤسسات الدولة واحترام السيادة الوطنية والاستجابة لنداء المساعدات الإنسانية سيد الرئيس نحن في حكومة السودان لسنا دعاة حرب لكنها فرضت علينا وإذا ما جنحت القوات المتمردة للسلم سنجنح له وإذا وضعوا السلاح سيتم العفو عنهم بل وأن أبواب القوات المسلحة السودانية مشرعة لدمجهم إن رغبوا ولكن في ذات الوقت أؤكد لكم أن القوات المسلحة السودانية بما عرف عنها عبر عقود من الزمان من كفاءة وإقدام وشجاعة ومهنية عالية قادرة على هزيمة التمرد فلا مجال للتشكيك فيها كيف لا وجيشنا الوطني تربى على عقيدة حذاري أن وطنك يضام وحذاري أن يصبح حطام وتربى على نحن في الشدة بأس يتجلى ويعرفهم التاريخ فلا دور ولا مجال للتشكيك فيها أصحاب الجلال والفخامة والسمو تعلمون أن السودان في إقليم كبير يضم عشر دول في جوار مباشر وغير مباشر هو بمثابة صمام الأمان وواسطة العقب لهذا الإقليم ولكم من تتخيلوا إذا منفرط هذا العقب لا قدر الله كيف ستكون تداعياته على الإقليم بأسره لذلك نثق أنكم ستقفون مع السودان لاحتواء هذه الأزمة وسترافقونه في المرحلة القادمة لعادة التأهيل والإعمار لما أحدثه التمرد من دمار للبنى التحتية والمؤسسات ختاما أصحاب الجلال والفخامة والسمو يستبشر السودان ببوادر السلام التي أخذت تتبلور في المنطقة العربية بعودة العلاقات الديبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران والتي تؤكد على حرص وسعي المملكة العربية السعودية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة ونحن نثمن دورها عاليا ونعلمه تماما كما يرحب السودان بعودة الجمهورية العربية السورية الشقيقة للجامعة العربية ويثمن جهود لجنة الاتصال العربية الوزارية في هذا الصدد وقد ظل السودان يدعو لعودة سوريا إلى بيت العرب وحرص على استمرار علاقاته الدبلوماسية معها أصحاب الجلالة والفخام والسمو يؤكد السودان مجددا موقفه الثابت من القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى ويدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية ويرحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه موخرا بفضل جهود الوساطة المصرية في الختام يود وفد بلادي أن يعبر عن فائغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والشكر والتقدير يمتد لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمانة العامة على حسن تنظيم فعاليات هذه القمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته